اشتركوا في القناة رابط موقع صراحتي في كتير اشخاص بيستخدموا هاد الموقع وبيحبوا انه يضيفوا رابطهم الخاص الى فيسبوك الى الملف الشخصي في فيسبوك فرح نحكي كيف ايضا تم اضافة رابط موقع صراحتي بطريقة سهلة وبسيطة باذن الله كل ما عليكم من تابع الشرح الى النهاية اللي ما رفت كافة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله عدنا بجديد من اجل اكمال الشرح قبل البداية جماعة اتمنى منكم في حال كنت اول مرة بتشوفوا فيديوهاتنا على القناة فابتمنى منكم الاشتراك وتفهيل زراء الجرس لايصلكم كل شي جديد عمالناس لمشروحات ومشكلات تقنية والاضافة الى زر اللايك هاتش كتير بيحفزنا بساعدنا انه مستمر معكم الان كنا عم نحكى الموضوع اضافة روابط مواقع التواصل الاجتماعي الى الملف الشخصي في فيسبوك فبداية الامر بسيط جدا بداية رح نتوجه الى فيسبوك بعدها الى الملف الشخصي في فيسبوك بعدها الى تعديل الملف الشخصي بعدها مننزل الى الاسفل الى النهاية في عندي خيار الروابط بضغط على اضافة بفتح معي بهذه الطريقة في عندي خيار روابط التواصل الاجتماعي وفي عندي مواقع الويب فبالنسبة لروابط التواصل بيضغط على إضافة رابط تواصل فهون عندي المنصة فقوم باختيار المنصة اللي عم ضف لها رابط فمثلا إنستجرام بكتب اليوزر الخاص في حسابي على إنستجرام وبضغط إما تم في لوحة المفاتيح أو أي مكان فارغ في الشاشة فبيتم إضافة الإنستجرام إضافة رابط آخر باختار المنصة عندك المنصات كتير كل التطبيقات الموجودة فمثلا تيك توك تضيف الاسم المستخدم الخاص في تيك توك وبضغط على تم أو أي مكان فارغ في الشاشة أو حتى قناة اليوتيوب باختار المنصة واليوتيوب بكتب اسم القناة أيضا وبضغط تم أو حتى إضافة رابط أو رقم الواتس أب اختار واتس أب وبنوضع الرقم مثلا وبنضغط أي مكان فارغ فبثم إضافة أيضا الواتس أب بالنسبة لمواقع الويب فهون فيك تضيف رابطك الخاص في موقع صراحتي أو تطبيق صراحتي فالمعروف أنه موقع صراحتي هو موقع لإرسال رسائل بشكل مجهول من أشخاص إليك فبتاخد الرابط اللي صدر عن الموقع بعد التسجيل في الموقع أو التطبيق بعد تنزيل التطبيق وتسجيل فيه فبيعطيك رابط هذا الرابط بتجيب هذا الرابط توضعه في مواقع الويب بتضغط إضافة موقع وبتضع رابط الخاص فيك في صراحتي وبتضغط تم فبيتم إضافة رابط موقع صراحتي إلى الملف الشخصي في فيسبوك وبعد الانتهاء بتضغط على حفظ وبتنزل البيانات في ملفك الشخصي في فيسبوك هاي الطريقة جماعة ما نتستفيد منها ودمتم سالمين